الان في تونس كله خلال الكامي يوم اللي فاته كان عن تصريح قيس سعيد بمحاولة اغتياله قال الرئيس التونسي قيس سعيد نصا هناك محاولات وخطط ومخططات لعمليات اغتيال ضد يمكن ده الكلام اللي قاله قيس سعيد في احد التصريحات الرسمية فكان اول رد من حكومة النهضة والمتحدث باسم حركة النهضة ان اصطف في خندق واحد مع قيس سعيد وطالب النيابة العامة بالتدخل للكشف عن من يحاول تهديد الامن التونسي باستهداف رئيس الجمهورية وفي الحقيقة كان تصرف زاكي جدا واستباقي جدا من حركة النهضة لانه وضع قيس سعيد امام المجتمع وامام الشعب وامام الرأي العام والاعلام لابد من التصريح انت النهاردة بتصرح بتقول هناك محاولات من اطراف اسلامية او من قوى اسلامية باغتيالي حركة النهضة المقصودة او المستهدفة من هذا التصريح طلبت بتحقيق وطلبت بتحرك للنائب العامة النهاردة الصبح خرج بيان رسمي عن الامن التونسي وبعض الصفحات الرسمية التونسية تقول تمكنت الوحدات الامنية التونسية من القاء القبض على ارهابي ارهابي واحد كان يخطط لاستهداف الرئيس التونسي قيس سعيد في اطار ما يسمى بمبادرة الزئاب المنفردة خلال زيارة كان سيؤديها الرئيس الى احدى المدن الساحلية وفقا لوسائل اعلام تونسية يعني الموضوع مش زي ما حاول قيس سعيد انه يصدروا للاعلام هناك محاولات وخطط واغتيالات تستهدفني وبيحاولوا يغتلوني طلع بالنهاية واحد ربما بالنهاية الواحد ده يكون عنده مشكلة نفسية او حتى مضبر وبالاتفاق واحد فقط منفرد على دراعه او على كتفه زي ما بنقول كان عايز او كان بيفكر وبيخطط انه يعمل محاولة اغتيال لقس سعيد في الايام اللي جاية في زيارته لاحد المدن الساحلية طب فين بقى يا سيدنا المحاولات والخطط وفين القوى الاسلامية خصوصا وان الشخص اللي قبض عليه اليوم لم يتم الاعلان عن انه ينتمي الى احد القوى الاسلامية ولا وليس له علاقة مثلا بحركة النهضة او باي من القوى الاسلامية سواء الداخلية او الخارجية يبدو ان قيس سعيد في ورطة الان حاول يظهر في مظهر شعبوي كما حدث مع عبد الناصر قبل كده واذا مات عبد الناصر فكل الشعب عبد الناصر اخشى شخصيا ان يكون هناك تمثيلية ومصرحية يعني على غرار ما يحدث في بعض الدول ونشوف بكرة او بعد بكرة عيار طايش او طلقة طايشة جاية من اي حتة في وجود قيس سعيد تيجي بقى في العربية تيجي في الكويتشة تيجي في احد الحرس تيجي فوق تحت ويطلع بعدها يقولك محاولة اغتيال واذا مات قيس فكل الشعب قيس زي ما حصل اذا مات عبد الناصر فكل الشعب او كل المصريين عبد الناصر يعني يبدو انها خطة قديمة مهروسة في كذا واقع حاول قيس سعيد انه يستعطف الشعب التونسي من خلال هذا التصريح لكن طلعت حركة النهضة بمطالبة النائب العام بالتدخل فخرج البيانة النهاردة يقول ده كان واحد بس واحنا مسكناه والدنيا زي الفن اشتركوا في القناة